لما نسمع كده ونقول على مصر بلد كبيرة وبلد عميقة بلد مؤسسات تفكرني كده برواية كتبها الأديب الكبير نجيب محفوظ ورواية كانت عن الموظفين ما تعرفش ليه الأديب الكبير وقتها شعر بأن الموظف في مصر موظف له قيمة كبيرة ولأن مصر بلد لها مؤسسات ولها نظام منذ القدم فرأى الأديب الكبير نجيب محفوظ بأن الرواية دي تعبر عن قطاع عريض من الشعب إزاي بيترقى وحياته وإزاي الموظف بيفضل طول الوقت يعني ملتصق بالوظيفة وأحيانا ما بيستمتعش حتى بحياته الأسرية من أجل الدرجة وإنه يترقى ولكن برضو عرض في نفس الرواية الناس اللي بتاخد العمل عمل وتعيش باقي حياتها الرواية دي من الروايات يمكن اللي كان فيها تفاصيل كتير جدا للموظف المصري ولقت استحسان أهل الدراما فتحولت بعد كده لمسلسل درامي وأعتقد أنه كان كمان مسلسل ناجح شرح نفس هذه الفئات اللي موجودة يقال عن مصر دولة الموظفين وبها جيش من الموظفين ده مش عيب بالعكس دميزة معناها أن أنت عندك قطاع عريض عندك مؤسسات عندك دولة لها قوامة عندك دولة لها أسس وعندك أيضا نظام وعلشان النظام يفضل ماشي في الدولة ويفضل الترقي ويفضل الموظفين يشعروا بالحماية ويشعروا بتحسين أوضاعهم جاء الاجتماع اليوم وفي بداية السنة ونحن ولسه في بداية العام في شهر يناير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم بتنفيذ مجموعة من الخطوات الرائعة بعد اجتماعه برئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من المسؤولين استهراد كان مهم جدا ومشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي شيء مهم جدا وأيضا أعتقد أنه لقى استحسان كبير جدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه إقرار علوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجور الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي زيادة على ذلك أيضا زيادة الحافظ الإضافي حافظ مهم جدا لكل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه كمان إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات وذلك تلبية لإحتياجات تطوير قطاع التعليم وأيضا ده موضوع مهم جدا اعتماد حافظ إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليته إلى حوالي 3.1 مليار جنيه تخصيص يعني ده مهم جدا هذا المبلغ كمان مبلغ مليار ونص جنيه لتمويل حافظ الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس وده كان مهم قوي لأنه كان دايما بيبقى فيه مشكلة بالذات لأعضاء هيئة التدريس اللي موجودين في الجماعات الحكومية فأعتقد ده شيء مهم جدا وكذلك معاونيهم والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين كمان ضم تخصصات طب الأسنان العلاج الطبيعي التمريض إلى القرار السابق وذلك برفع مكافأة أطباء الامتياز التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز الحقيقة قرارات مهمة جدا وإشادات الحقيقة يعني كانت مهمة جدا حتى الناس استقبلت هذه القرارات بأنها الحقيقة قرارات في صالح الموظف وفيها كمان يعني حماية فيها كمان تحسين للموظف فيها كمان نظر إلى حال الموظف والمواطن لأنه إحنا عارفين أنه عدد الموظفين في مصر كبير وبالتالي أنت حتلاقي أن ده بينطبق مش بس على الموظف ولكن على أسر كل الموظفين وكل الهيئات وكل الأفراد والفئات اللي تكلمنا عنه ترجمة نانسي قنقر